إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما اللهم إني أصلك بحقك العظيم بحق نور وجهك الكريم وبحق أرشك العظيم إما أحمل كرنسك من أعظمتك وانجلالك وجمالك وابهك وقدرتك وسلطانك بحق أسمائك المغزونة المقنونة التي لم يطلق على أحد من خلقك اللهم أصلك باسم الذي وتعطو على الليل فأملم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر باسمك موسيقى 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 ذو الكفري عليه السلام وبالأسماء التي دعق بها سيدنا يوشا عليه السلام وبالأسماء التي دعق بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي كعدما خلطهم من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مضحية والجبال مرسية والبحار مجرة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحيا والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم وحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صلي على سيدنا محمد عدد حلمك وصلي على سيدنا محمد عدد علمك وصلي على سيدنا محمد عدد كلماتك وصلي على سيدنا محمد عدد نعمتك وصلي على سيدنا محمد من السماواتك وصلي على سيدنا محمد من الارمدك وصلي على سيدنا محمد من الارشك وصلي على سيدنا محمد زينة عرشك وصلي على سيدنا محمد 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 الأدم أنت خالق فيهن إلى يوم الكيامة في كل يوم من ألف مروة اللهم صلي على سيدنا محمد الأدم كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أندك من يوم يخلق الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم من ألف مروة اللهم صلي على سيدنا محمد الأدم أن يسبحك يهللك يكنبرك يعدمك من يوم يخلق الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم من ألف مروة اللهم صلي على سيدنا محمدنا ده أنفاسهم والفاندهم وصلي على سيدنا محمدنا ده كل نسمة خلقت فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم الكمروى اللهم صلي على سيدنا محمدنا ده السحاب الجارية وصلي على سيدنا محمدنا ده الرياح دارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم الكمروى اللهم صلي على سيدنا محمدنا ده ما حبث على الرياح وحركت من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا محمد تنجو من السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا محمد من الأرضك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صلي على سيدنا محمد عدم خلق في سمه بحارك مما لا يعلم علمه إلا أن وما أنت خالق فيه إلى يوم الكيامة في كل يوم من ألف مروة اللهم صلي على سيدنا محمد عدم لا سمه بحارك وصلي على سيدنا محمد زينة سمه بحارك مما حملت سواقا لت من قدرتك اللهم صلي على سيدنا محمد عدم مواجي بحارك من يوم خلق الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم من ألف مروة اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ آدَرْهَمْ لِوَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرِ الْأَرَدِينَ وَالْسَانِيهَا وَجِبَالِيهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ النْدُنِيَا إِلَى يَوْمِ الْكِيَمْ وَتِفِي كُلْ يَوْمٍ الْكُمَرْوَى اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ آدَرْهَمْ بِالْمِيَا إِلْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَاتِ وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصات ومدر وحجار في كل يوم من القمر اللهم صلي على سيدنا محمد عدا نبات الأرض من كبلتها وشرقها وقربها وسهلها وجمالها وأوديتها واشجارها وتمارها ووراكها وزروعها وجميع ما يخج من نباتها بركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم من القمر اللهم صلي على سيدنا محمد عدا ما خلقته من الجن والإنس والشياطينuldade ما أنت خالقوا منهم إلى يوم القيامة في كل يوم من القمر اللهم صلي على سيدنا وحمدنا دا كل شعرة في أمدان وفي وجوه وعلى روسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا وحمدنا دا مخبقان الطير وتران الجن والشعيات من يوم يخلقت الدنيا إلى يوم الكيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا وحمدنا دا كل مهيمة خلقتها على جهد صغير أو كبير في مشارك الأرض مغاربها من إنسان وجنها مما علم ومما لا يعلم إلمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا محمد أدى خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مروى اللهم صلي على سيدنا محمد أدى من يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد أدى من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد أدى القطر والمطر والنبات وصلي على سيدنا محمد على كل شيء اللهم صلي على سيدنا محمد في الليل إذا يوشى وصلي على سيدنا محمد في النهار إذا تنجلى وصلي على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصلي على سيدنا محمد شامبا زقيا وصلي على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصلي على سيدنا محمد منذ كان في الماد الصميا وصلي على سيدنا محمد حتى لو قامنا الصلاة الشيء اللهم أعطي سيدنا محمد الذي داقال صدقته وإذا سعلا أعطيته اللهم أعطي برهانه وشرب بنيانه وأمل حجته وبين فضيلته اللهم تقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وشنا في زمرته وتحت نوائه وتجعلنا من نفقائه وأردنا حوضا واسكنا بك سيوة وانفأنا بمحبتي اللهم آمين واصلك بأسمائك الذي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدما وصوته مما لا يعلم إلمه إلا أن وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جمع البلاء والبلوى وأن تغفر لي واني والدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياء منهم والأموات وأن تغفر لعمدك المدن بالخاطئ وأن تتوب عليه إنك أخو الرحيم اللهم آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرى هذه الصلاة مروة واحدة قتب الله له سواب حجة مقبولة وسبابا أعطى قربة من ولد إسماعيل عليه السلام فيقول الله تعالى يا ملائكتي هذا عمد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد هو عزتي وجلالي وجودي ومجدي واردفاعي لوتي أنه بكل حرف صلى بأقصرا في الجنة والتي أني يوم الكيامة تحت رواء الحب نور وجيك القمر ليلة البذر وقفه في كف حبيبي محمد هذا لمن قال كل يوم جمعة له هذا الفضل والله من ذو الفضل العظيم وفي رواية اللهم أسألك بحق ما حمل كوريسك من أنظمتك وقدرتك وأنجلانك ومبائك وسلطانك بحق اسمك المخزون المكنون الذي سمت به نفسك وأنزلته في كتابك إنك أن تصلي على سيدنا محمد عمدك ورسولك وأسألك باسم الذي إذا دعيت به أنجب وإذا سنت به عن طين وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فالسنار وعلى السماوات فسقلت والأرض فسقعت والجبال فرست وعلى الصعبة فدلت وعلى ماء السماء فسقبت وعلى السحاب فمنطرت وأسألك ما سألك به سيدنا محمد النبي وأسألك ما سألك به سيدنا آدم نبي وأسألك ما سألك بأنبياءك رسلك ملائكتك المقرب صلى الله عليهم أجمعين وأسألك ما سألك بآل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد عند السحاب الجارية والرياء الثارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد عند كل قطرة تقطر من سماواتك إلى عندك وما تقطر إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد عدما حب الدنيا وعدما تحرقت الأشجار والأوراق والزرع وجميع ما خلقت بقرار الحفد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدى القتر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدى النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عندما خلق فيه بحارك السبعة مما لا يعلم إلمه إلا أنت اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عند الرمل والحصى في مشارك الأرض من غاربها اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عندما خلق من الجن والإنس وما أنت خالق إلى يوم القيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أنفاسهم والفادهم والحاذهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عن طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الطيور والهواء وعلى الوحوش والآكام في مشارك الأرض وغارمها اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هذا الأحياء والأموات اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدم أظم على الليل وما شفع على النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدم من يمشي على رنجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الكيامة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد في الملء الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا من الله العلي العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعطي الوسيلة والفضيلة واندرجة الرفيع وعطي مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم عنديم شأنه وبين برهانه وعطي الوسيلة وانقبل شفعته في أمته واستعملنا بسنتي يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم اللهم يا رب شنا في زمرتي وتهت نوائي واسكنا بكازي وانفأنا بمحبتي آمين يا رب العالمين اللهم يا ربي بل أن أمضل السلام وجزي أن أمضل ما جزيتم إنمي أن أمتي يا رب العالمين اللهم يا ربيني أسألك أن تغفرني وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياء منهم والأموات وارضي الله عن أزواج الطائرات أمهات المؤمنين وارضي الله عن أصحاب الأعلام يا إمة الهدى وصابح الدنيا وعن التامين وتامين التامين لهم بإنسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشره وكرم وبارك وعظمه وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس ما عددنا وسع علم الله أما بعد المجلس الخامس والعشرين في قراءة والتعليق على كتاب فتح الرحمن في شرح موتون أهل الفقه والعرفان ويبار عن مقالات في موريع شتى تكلمنا في أوله عن مظاهر الخلافة المحمدية في الأكوان معلوم أن أبونا آدم خليفة الله في أرضه أما سيدنا محمد فخليفة الله في كونه لأنه الرحمة للعالمين فهناك فرق بين الخلافة المحمدية والخلافة الأدمية فالخلافة الأدمية جزء من الخلافة المحمدية التي شملت الأكوان لكونه رحمة للعوالمين ثم شرحنا رسالة التوحيد للشيخ أرسلان الدمشق وشرحنا حزب البر لسيدي أبن حسن الشادولي ثم شرح مناجات سيدنا بن عطاء الله السكندرية وشرح وتأصيل مفهوم الأصول السبعة للشيخ أحمد البنجالي رحمه الله ومسألة التوسل وجوازها وأدلتها من الكتاب والسلط ثم قضية هدم القبور وما فعناه سبهاء منا وبناء المساجد حول قبور الصالحين ثم تكلمنا في المجلس السابق قبل الأجازة قيمة الإنسان في الشرع الشريف واليوم نتكلم على المقالة قبل الأخيرة وهي التسعة في هذا الكتاب موقف العقل والهوى من الحق موقف العقل والهوى من الحق الصفحة 289 للواب يتابع في الكتاب وهذه الرسالة الحقيقة كانت خطبة جمعة بمسجد الأشراف في المقتم أول جمعة مشاره مدى الأولى سنة 1443 ثم حولناها إلى مقالة لما فيها من أهمية معنى الناس تائهون عن الحق بالعقل وتائهون عن الأخيرة بالهوى يبقى العقل يتوهك عن الحق إذا كان فيه هوى أو غير كامل والهوى ليشاهوات النفس تجعلك تائه عن الأخيرة العقل المفرور أنك أنت بتدرك به الشرع الشريف تفهمه مش تعترض ربنا خلق فيك العقل عشان تفهم الوحي مش عشان تعترض على الوحي فأحيانا الإنسان يستعمل العقل بطريقة خطر يبتدي يعترض على إيه؟ على الوحي فيضيع عنه الحق والحق في الوحي ثم بعد ذلك خلق نفس والنفس فيها هوى والهوى أحيانا يؤثر على العقل كبير الهوى اللي هو إيمي للنفس للذات العاجلة لأن النفس لها لها روش ولها جسد النفس تولدت من التقاء الروح بالجسد تولدت النفس لما كنا روش بس ما كانش فيه نفس فلما ربنا قال ألست بربكم قلنا بل عمد الحاجة واضحة مش اعتراض مش هوى مش عقل يعترض ولا هوى يضل فكلنا قلنا يوم ألست بربكم بل كنا روح لما خلق الله النفس من التقاء الروح بالجسد عشان تبقى إنسان بقى مكون من جسد كده وصورة تولدت النفس هذه النفس التي تولدت من التقاء الروح بالجسد فصارت النفس محلها القلب والقلب المتقلب من روح تريد الحقائق والسمو والتعالي وبين جسد يريد التدني والحيوانية واللزة العجلة فيه تبقى فالنفس مشتتة بالتحصيل الملزات العجلة التي تشبع الجسد والتي تمثل طلبات بنفس الأمارة وأيضا أحيانا يلوم نفسه لأنه قصر في حق الروح التي تطلب معالي الأمور فالنفس تليها مترددة فالهوى بقى تلاقيه موجود جوه النفس الهوى إذا أحبت الحق وفقها للحق وإذا أحبت الشهوات ختم الله عليها فلا ترى إلا ملزاتها فلا تصل لها يبقى فهناك فرق بين الروح والنفس واللسل الإنسان مكون من الثلاثة روح ونفسه جسد كويس الجسد تعبده الله بالعبادات الظاهرة وبالأداب الظاهرة أكل يأكل على مقتدى الشرح يأكل من حلال وما يأكلش الزجاع وإذا أكله لا يشبه ولو فاض منه طعام يطعم غيره دي الأداب اللي تعبدك على ضغط الطعام اللي بيحتاجه هذا الجسد خلق فيه شهوة للنساء تضبطها بالزواج وتكف عينك عن محارم الأخار فإن خرجت عن هذا الحد وقعت في الهوى الذي يغيره فكل نازع من نوازع النفس دبطها الشعب بالإسلام يبقى تعبد جسدك أن يكون مسلما من قادم في ظاهره على وفق شرع الله تنام على وفق شرع الله تأكل على وفق شرع الله تحصل المال من الحلال تعبد ربك تعمر الأرض خلده بجسدك ثم تعبد النفس بالتسجير والتأديم قد أفلح من زكاء وقد خاض من بساء وتعبد الروح بالإحسان والحقائق تعبد الله كأنك ترى مراقبة الله في السر والعالم دي عبادة الروح لأنها لا تغفل عن مولاك يبقى تعبدك كجسد بالإسلام وكقلب اللي هو محل النفس بالإيمان وتعبد روحك بالإحسان فهمت؟ عشان كده سأل سيدنا جبريل سيدنا رسول الله في السؤال عن الإسلام والإيمان والإسلام ثم أمرك أيها الإنسان وأنت مسلم مؤمن محسن في سيرك في الحياة تنظر إلى فتن الزمان لتتجنب ليه علامات السابق فهمت؟ فعشان تبقى بصير بفتن زمانك لا تكون منعزل عن فتن زمانك بل تكون مبصر بها ومدركها تعلمها وتعلم قبحها حتى تتجنبها ومشان كده من ربي أولادنا قلت أننا نعزلهم مع الزمانك لكي نحن نربيهم ومشايفين فتن زمانهم وعارفين أنها قنيحة يوموا يتجنبون لنما العزل هذا ما ينفعش فهمت؟ ومشان كده النبي على الخبارنا صلى الله عليه وسلم بأمرات الساعة الفتن اللي حنتعرع عليها جيل بعد جيل بعد جيل عشان نبقى مبصرين مش زي أهل الكهف نايمين في كهف الظلمات ومش داريانين بيحصل إيه برق لا لازم أولادنا يبقى متفتحين معارفين ماذا يريده الدجال مننا وما هي حيلته ليحصل على مراده الدجال يريد مننا أن نكفر وأن نعيش كالبهاء مؤقل دجاجلة الإنس والجن فهمت؟ فلازم تعرف خطته إيه؟ تؤمنت تخربها له بالاعتصام بالاستقامة حتى تحفظ نفسك تحفظ روحك مراقبة لمولاها تحفظ قلبك لا تدخل فيه شبهة تحفظ بدمك لا يسعى إلا لعمارة الأرض ولا ينمو إلا من حلاك ولا يتحرك إلا في طاعة ده ملخص لقصة كلها عشان تعرف أنك أنت مركب أيها الإنسان أنت مش حاجة بسيطة أنت مركب من أشياء كثيرة لازم كل جزء من تركيباتك ياخد حقه الكفار لما مدوش للروح حقها ودوا للجسد كل حقه جالهم كآبة فعالجوا الكآبة بالخمر والإدمان عشان كده تلاقي الكفار لا يستغنوا عن الخمر الخمر بتسكن طلبات الروح اللي هي تريد أن هي تكون في عالم النقاء والطهر والعلوم الآن فيقومي يسكن ألا أهل إيه أنه يسكر ليش بخمر عشان يستمر في ملازاته لحد ما يوصل لمرحلة يمل يجيله كآبة كثير منهم ينتحر أو يضمن أو يعيش حياة كآبة لأنه مداش حق كل جزء من أجزائه ابدأ الجزء الحيواني كل حقوق ومداش بقى للقلب حقه من الإيمان والاعتقاد السليم ولد للعقل حقها من مراقبة الله والنظر في الحقائق الإلهية والمرادات الربانية من خلق الإنسان فلكونه الجائع من هذا الجانب تجدهم منكبين على الخمور وعلى الملازات وعلى الإدمان وعلى الاكتئاب وعلى الامتحار وعلى 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 إيه تشايف كل الحاجات دي كده نتجر من كده أهملوا الجانب الروحي والجانب القلب وده جانب ملح لكن الإسلام يخليك إنسان متوازن وبتدي الجسدك حقه وبتدي القلبك حقه من الاعتقاد السليم والنية السليمة وبتدي كمان لروحك حقها من النظر لمولاها ومراقبة تدبير الله في كونه وحكمته في كونه فتلاقيك تبعيش إنسان متزم موزوم ما عندك شبائية شوذان تبدأ المقالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا هي مكتوبة طبيبا هي طيبا صلحها حمدا طيبا صلح المواد بس وبعد هي المحروض سنتين بس وعملت ثلاث سنون فخليها سنتين بس حمدا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء باع أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذن الجد فاعل الجد فاعل متأخرا وقدم المفحول ولا ينفع ذا ذا مفحول به منصوب بإيه بالألف نياذة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة نياذة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة دا الجدي الجد هو الحظ والغنى والجاه يبقى صاحب الجاه والغنى لا ينفعه غنى منك يا الله فاهمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع الجد ذا الجد من الله فاهمت بقى ترتيب الجملة فإبقى الجد فاعل مؤخر والمقدم المفروض ذا الجد أشهر أن لا إله إلا الله واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة الأحوال وأحد يعني لا يتعدد أحد يعني لا يتجزى فلا فيش تكرار فرض أي لا ندل متفرد في صفاته وأفعاله وساده صمد أي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج لشيء هذه الصمد لم يلد ولم يملد يعني لم يتولد من شيء وكذلك لم يتولد منه شيء لهو تولد من شيء فصار مولودا ولا هو تولد منه شيء فصاره والدا لم يلد ولم يملد ولم يكن له كفوة أحد يعني لا شبيهة ولا ند لهو يدبر الأمر يخلق ما يشاء بقدرته يفعل ما يريد إعزته إن الحكم إلا لله لا تذلك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط قاهر فوق عباده لطيف بعباده ودود رحيم وغفور بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سيء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا تحكي ألف التنوين وأن سيدنا محمدا ألف تنوين كذلك رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المهدمين دي صفات بعض صفات الحبيب حتى لا ينسها مسلم سيد المرسلين يعني سيد الأسياد أسياد الخلق هم المرسلين هو بقى سيد الأسياد سيد المرسلين وإمام المتقين إمام الكل لو لم يكن إمام الكل ما أم جميع الأنبياء في المسجد الأقصر ليلة الإسراق ولو لم يكن إماما للملائكة ما أم الملائكة في البيت المعمور وفيهم إي عظماء الملائكة سيدنا جبريل سيدنا إسرائيل وميكايل وملك الموت وخازر الجنة وخازر النار وغيرهم من عظماء الملائكة الإمام النبينا هو إمام الكل إمام أهل الأرض وإمام أهل السماء نبينا لو لم يكن أفضل الورق ما أما في أرض ولا أما في سماء وقاهد الغرر المحجلين لأن أمته تبعث يوم القيامة غرر محجلين من أثار الوضوء لأن الأمم السابقة كأنه لا يتوضؤون أنبياءهم بس يتوضؤون لكن الأمم السابقة يعبد ربنا من الوضوء فالوضوء هذا سماء لأمة النبي أن نتعبد الله بعبادة الأمم فيبعث أمة النبي من أثار الوضوء غر محجلين يعني مواضع جبهتهم ويوجههم منير وأزرعتهم اللي بيغسلوها مع كل وضوء وأقدامهم اللي بيغسلوها مع كل وضوء تبقى منيرا يوم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قائد هذه الأمة الغر المحجلين فالغر هي إضاءة في الوك والتحديل هو نور في الأطراف لسبب أثر الوضوء أشكر ابن أول علي قائد الغر المحجلين اللي هي أمة المسلمين الأمة المحمدين وشفيع المذنبين لأنه هو الذي يشفع الخلائق يوم القديم الذي شرح الله له صدرة ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه لا يدخل أحد الجنة إلا ولا بد أن يقول الشهادة أشهد أن لا إلى الله عشق أن سيدنا أحمد صلى الله في الأزان في الشهادتين في الخطبة في كل شيء حتى على ساق العرش حتى على أوراق الجنان قرن اسمه باسمه يعني رابته اسمه باسم حبيبه صلى الله عليه وسلم وجعل طاعته من طاعته ربك من يطع الرسول فقد أطاع الله إلا جعل طاعة النبي من طاعة الله اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعتك والتمسك بأديال آله وعثرتك وحشرنا في زمرتك واجعلنا في الرعيل الأول من أهل الشفاعة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصحبته الأبرار ونخص من بينهم الخلافاء الراشدين المهديين من بعده ساداتنا أبي بكر وعمرة وعثمان وعلي والحسن والحسين لأن الخلافة الراشدة كانت المفرور تمشي كده بهذا الترتيب فقامس القلفاء الراشدين سيدنا الحسن وكان الذي يتولها بعده المفرور يوأسمنا الحسين شكدا بنقولها بهذا الترتيب وأمهما فاطمة الزهراء البطول البطول لأن هي إيه أم ألي البيت كله وما ولدت إلى يوم الدين وتابعيهم ومحبيهم إلى يوم الدين ولا تفتن بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وأغفر لنا ولهم والحقنا بهم على خير الحال غير خزايا ولا مفتونين أما بعد تلاحظ أن خطبة الجمعة بتاعتي مقسمة بطريقة مهمة جدا وأربوكم تأثبوا خطبكم بادي الطريق المقدمة عقائد كلهيات ونبوهات لأن تبتل فيها الشهادين فلازم المقدمة تتناول العقائد السليمة الأول المقدمة ولو خمس دقائق من خطبة عقائد ترسيخ عقائد سليمة متعلقة بالشهادتين بأول المقدمة تقول أما بعد ندخل في صلب الخطبة تكون متعلقة بالأخلاق والمعاملات وبعدين بعد تقول الخطبة الثانية تبقى دعاء هذه صلاة هذه خطبة الجمعة تبقى عبارة عن ثلاث أقسام قسم عقائد قسم أخلاق ومعاملات قسم دعاء ثم تصالي الركعة تبقى لو كل خطيب جمعة يحرص على هذا وهي متكررة في خطبة الجمعة هتجد أن مفيش مسلم إلا وعنده مع رمات سليمة حتى ولو لم يدخل المسجد إلا لبكم لكن للأسف في الوقت يا خطباء الجمعة حافظين كلام متكرر يقولوا كل مرة لدرجة أن الناس تدخل صلاة الجمعة وتنام لحد ما تخطي به خالص لأن سمع الكلام ده ألف مرة وبتلئ وبينام لي لأنه ما يسمعش حاجة جديدة تلفت انتباه فدي مسؤولية خطباء الجمعة أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة الآية دي كان النبي حبي يبدأ بي القطة بالجمعة ليه حق بتذكر علاقتك بسائر الناس والخلق إن دول إخوانك وإنكم كلكم لآدم وآدم بالطراط وبالتالي بترسخ معنى الأخوة الإنسانية اللي الناس الوقت لا تشعر به بل في سراعات رهيبة حتى أن الإنسان فعل بأخي الإنسان ما لا تعله حيوان بأخي الحيوان ما شفناش حيوانات بتفجر الحيوانات أو تقتل الحيوانات أو تعذب بعضا ما شفناش لكن بيفترس عشان يأكل بس جعان لكن يقتل المقرر القتل لي ما شفناش إلا في الإنسان لأن غابة هذه العلاقة الأخوية التي بين كل إنسان على واجه الأرض ولذا كان النبي يرصف هذا بهذه الآية المباركة فهذه نقطة مهمة عشان نعرف مغزة عباد الله اعلموا أن الناس تائرون عن الحق بالهوى وتائرون عن الآخرة بالهوى فالعقل نعمة عظيمة شوف اعلموا أن الناس تائرون عن الحق بيه بالهوى وتائرون عن الآخرة بالهوى فالعقل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان إذا استخدمه فيما خلق لك أما إذا استخدمه بطريقة خاطئة وبمقدمات خاطئة مع وجود الهوى في نفسك فهي هاتى أن تصل إلى الحق عارف الحق دي عامل زي عينك والهوى عامل زي نظارة لبسها قدام عينك فلو النظارة دي ريئة ونقية تشوف الحق لكن لو النظارة دي مشروخة مكسرة تشوف كل حاجة قدامك مكسرة لو لونها اسود تشوف كل حاجة اسود لو لونها أصفر تشوف كل حاجة صفر فالهوى يخلي نظرة العقل للكون مصبوعة بهوى فلا يرى الحق على حقيقته فيمتبع دي خطورة ايه الهوى فهو ايه بيغم على العقل المقدمات التي بها يجمعها ويستنبت منها نتيجة صحيحة فهمت؟ لأن العقل بيستنبت من الحاضر الغائب دي شغلة العقل يعني ينظر للأمور المحسوسة يستنبت منها الأمور الغيبية وانشان كده احنا كنا في علم الرياضيات يقول لك ايه في كل مسألة يجب لك مسألة يريد ديك مقدمات وفي حاجة مجهولة يقول لك ما هي القيمة فيمت زي يعنيه بين المجهول عشان يعود عقلك على ان قدامك مقدمات محسوسة معلومة ثم تتجمع دي وتطرح دي من دي وتضرب ديفا دي وبعدين في الآخر تستنبت المجهول ليعلمك التفكير المنطقي فلو كانت المقدمات اللي انت حتستنبت منها دي معلولة يعني غير واضحة يبقى النتيجة حتطلع خطر فلما يبقى العقل يلبس منذر هواه يبقى كل المقدمات اللي بيجمعها مقدمات خطر وبالتالي حيستنتج استنتجات خطر فيحجب عن الحق فهمت بقى فالعقل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان إذا استخدمه فيما قلق أما إذا استخدمه بطريقة خاطئة وبمقدمات خاطئة مع وجود الهوى في نفسك فهيهات أن تصل إلى الحق فالعقل نعمة كبيرة جعله الله مناطا للتكليف يعني سببا لأن يكلفك إن كنت عندك عقل وكل نعمة إذا أسيأ استخدامها كانت سببا للعذاب وموردا للوباد والعقل أدادت الفهم والإدراك والفهم والإدراك لابد أن يكون خاليين عن الهوى المسبق الموافق للشهوة والرغبة لتحقيق غرض من أمور الدنيا والهوى ينشأ عن وجود شهوة خفية تريد أن تحققها في دنيا عجلة كشهوة المال فترى العقل يريد أن يحققها حتى من الحرام وشهوة الرياسة فتجده يتملق ويرتشي ويرشو ويفعل ما يشاء حتى يصل للمنصر وشهوة النساء فيقع بالزنة وشهوة الشهرة فيفعل كل غريب يشتغل وديك انت شايف على التكتوب بيعملوا إيه علشان يعملوا حاجة غريبة علشان إيه يجيبوا شهادات كتير أهم يشتغل ويبقى إيه يسموه يوتيوبر أو بلوجر أو حاجات كده يعني بها مشهور فيعمل كل غريب علشان يشتغل ده ناتج عن إيه عن شهوة الشهرة حب الشهرة مبطن في حب الشهرة حب المال علشان المشاهدات ستتحول إلى إعلانات وإعلانات دخل مادي كمان فنأخذ بالنا لازم نقاول مثل هذه الأشياء وشهوة الشهرة فيفعل كل غريب ليشتغل ولو كان غير موافقا لفطرة الإنسان فقد يتعرى وقد يتقصع وقد يتكلم بطريقة غريبة ليلفت الانتباه حتى يشتغل وكل ذلك شهوة دانية ودوافعها غريزة في النفس النفس هي التي تولدت من التقاء الروح بالجسد والروح نقية بطبعها دراكة في أصلها تنفو إلى معالي الأمور والروح سر من أسرار الله عز وجل جعله في الإنسان فميزه به عن سائر إخار والروح يسر إسجاد الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام لأن الله تعالى نفخ فيه من روحك فأذي الروح عارفة ودراكة مدركة للحق وبعد تعلقها بالجسد الحسي الترابي وبعد أن تزوجت معه تولدت النفس فالنفس محلها القلب وأذي النفس لها عينان عين تنظر إلى حقيقتها فتطلب معالي الأمور وتكره سفسافها سفساف الأمور يعني إيه أشيء؟ الأمور التفن وعين تنظر إلى الجسد الحيواني الذي له شهوات ورغبات عاجلة لتحصيل اللذات وهذا الجسد يريد أن يعود إلى أصله من الأرض فكل شهوات أرضية والروح رغبتها طاهرة عالية وتريد تحصيل السعادة الأبدي وتصير دي النفس حائرة بين هذا ودك فإذا مالت النفس للطبع الحيواني مالت بالهوى لتحصيل لذة عاجلة وإذا مالت النفس للطبع الرحاني تنقت وترقت وحصلت سعادة وراحة دائم أو حصلت سعادة حصلت فالليه إيه شدد الصاب؟ حصلت سعادة وراحة دائم فالهوى من بعه ومن شأه نظر النفس لحيوانية الإنسان فالإنسان عجول هلوع جزوع منوع يحب المال ويحب الشهرة ويحب الانتصار والانتقام والتشفي ويحب التميز والإعلان عن نفسه وهذه الأشياء التي يحبها هي من الهوى الذي يمنعه من العمل للأخرة حيث الدوام والفقار فالهوى عجول يطلب اللذة العاجلة والروح تطلب السعادة الأبدية لأن الروح لا يتموت فالروح أريد الحاجة التي تعيش معها على طول فأريد سعادة الأبد والجسد ليه مدة فسيطة؟ أقول لك بسرعة عايشني النهاردة وموتني بكرة أعايز يأخذ الحاجة العاجلة لكن الروح عارفة أن الموت مش هينالها من عالم البقاء لها بداية ولا نهاية فتلاقي تعلق الروح تملي بالسعادة الأبد وتعلق الجسد بالسعادة اللحظية فالإنسان عجول إذا نظر لجسده ولكنه الإنسان راقي إذا نظر للسعادة الأخراوية يرتقب من البهيمين وهناك فرق بين اللذة والسعادة اللذة لحظية يعقبها فطور وإذا استغرقت فيها تملها وتأتي بالكآب يبقى اللذة اللي هي إيه اللي هي اللي هي اللي الجسد عايز يحصلها تمليت لها لذة لحظية أنا جعان قوي عايز أكل تأكل بعد ما تأكل في لذة وإنت بتأكل وإنت جعان تشبعت لقي نفسك تعيب تبقى من الشهر وعايز تنام يجي لك خمول وكآبة وملل ولو زودت شوية تتقيد آه يبقى اللذة يعقبها كآبة ولو استغرقت فيها يعقبها ملل ومرض فهم لكن السعادة مش كده وهذه حالة كل من سرخ الفشهواك فينتهي به الأمر إلى الكآبة فيقوم هذه الكآبة بالوقوع في شرب الدخان والخمر فيقع في الإدمان لينسى كآبته لأنها لذة وقته أما السعادة مختلفة بها يعقبها نشاط وإقبال على معاني الأمور وراحة ورضا وعدم النظر إلى الأمور العجلة بل ينظر إلى الأمور الآجلة وإلى الحكمة من وراء المبارد يعني أنت لما واحد يغضبك وتنتقم الانتقام لذة لما تيجي تعملها بعد ما تخلص لذتها تندم تقول ده أنا كده انتقمت منه أشد باللازم ده أنا كده دربت أكثر مما ضربني وأعقبت أكثر مما ظلمني شوف تبتلي شوف تبقى يبقى الانتقام لذة يعقبها كآبة ولون نفس لكن العفو لما تعفو عن من ظلمك تجد في نفسك نشاط وراحة وعمرك ما تندم إنك أنت عفت عنه ويجي لك نشاط ليه لإنك بتنسى كآبة الغضب وتنطلق في حياتك نشيد بلا معبوقة يبقى العفو عن من ظلمك تحصل به السعادة والانتقام من من ظلمك تحصل به اللذة والنزم يعقبها ندم وكآبة فهمت الفرق؟ إذن إذا التقت الروح بالجسد تولدت النفس فأين العقل بقى؟ والعقل هو الميزان الذي خلقه الله تعالى للإنسان ليزن بين مرادات النفس الدنيا وبين التحقيق رغائب الروح العليا إحنا قلنا نفسك بتبص إيه لتحصيل الملزات وتبص كمان لتحصيل الحقائق والسعادة يعني عايزة إيه؟ عايزة تبدي للجسد حقه وعايزة تبدي للروح حقه فهمت بقى؟ طب مين اللي بيقول بقى النفس في الاختيارات؟ وكيفية تحصيل هذا العقل بقى؟ العقل عامل زي اللي جاء بتسوق بنفسك تخليها تمشي في اتجاه الخير ولا تمشي في اتجاه الشر يبقى دي ميزة العقل العقل عقالي عشان تتخير ما يقول في خطرك في نفسك من أمور كثيرة واختبالك أنا فلان أغضبني أمامي أن أنتقم وأمامي أن أتجاهله وأعفوه يجي بقى العقل إذا كان ماشي على الشرع الشريف وعنده وحق وحاطبت النبي أمامه مقياس النبي كان يعفوه عن منظره ويقول لك إيه؟ يمشي في اتجاه العفو يجي العقل بناء على إيه؟ على توجهات الشرع والوحو يقول إيه؟ يخلي النفس تمشي في اتجاه العفو لكن لو العقل لا يقوله وحو هيرش إيه؟ في اتجاه تحقيق المردأ لأنه لا يوجد ضابط مثل العربية يوجد من غير فرامل يبقى العقل ده هو الفرامل وهو إيه؟ الدركسيون اللي هو بيحود الأعجلة أو بيوقفه شوفت بقى مؤلمزة العقل يعني يا ربنا سبحانه يعلك عقل علشان يوقفك عند إيه؟ عند أوامره فلا تعتديها وفي نفس الوقت يوجه قصدك في حياتك فتجعل قصدك لله ولا تجعله لتحصيل دنيا عاجلة يبقى القصد هو الدركسيون بتاع العربية عشان بتحوّد فهي يجيب محل النية فاهمت؟ وفي نفس الوقت إيه؟ كبح جماح النفس إنها تنطلق في المعاصي محتاج فرامل يبقى العقل والدركسيون والفرامل فاهمت بقى إزاي؟ اللي بيقود هذه النفس اللي عاملة زي المهيمة أو الدابة الحارون الغير مرودة فاهمت بقى إزاي؟ والعقل هو الميزان الذي خلقه الله تعالى للإنسان ليزن بين مرادات النفس الدنيا وبين التحقيق رؤيب الروح العالية فجعله قاضيا ينظر ويرجح ويدرك به مآلات الأمور في المستقبل فيمنعه ويكفه إن كان العمل يؤدي إلى خسران أو يدفعه للعمل إن كان يؤدي إلى فائد فالعقل هو الميزان الذي يزن الأمور بين النفس التي تريد أن تحقق المعالي بجهتها الروحية أو تحقق اللذات بجهتها الحيوانية فيكون العقل قاضي بينهما في هذا المزاع فيرجح فعل واحد من افتيارات متعددة ولما كان العقل هو القاضي كان مناته التكليف لأن التكليف هو إقبال وإحجام إقبال على الطعاد وإحجام عن المعاصر يعني إقبال يعني فعل وكث مش كده بردو إقبال على الطعاد وإحجام عن المعاصر وهذا الإحجام لابد فيه من العقل والعقل عقال والعقال يمنع الدب من التحرك بفوضة بل تتحرك بإرادة صاحبها فلولا العقال واللجام لصارت في كل واد بلا ضابط والنبي صلى الله عليه وسلم شبه النفس بالدب الحرون وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نرهقها إرهاقا زائدا فنقتلها وأن لا نطيعها طاعة عمياء فتقضنا للمهالك فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق وقوله صلى الله عليه وسلم لن يشد الدين أحد إلا غلبة فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى وإن كان هذا الحديث من أقسام الضعيف إلا أنه صحيح المعنى يوافق قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالهدوة والروحة وشيء من الدج وللعقل آفة فإذا نظر إلى الحق من خلال منظر هواه وشهوته لم يره حق بل ينقلب إلى ضلال ولذا قلنا أن الناس تأيهون عن الحق بالعقل لأنه نظر إلى الحق لمنظار الهوى فلابد عند بحثك عن الحق أن تتخلى عن الأراء المسبقة والهوى الشهواني وتحقيق الرغبة الثانية فإذا تبرأت من الهوى رأيت الحق ظاهرا ولو نظرت إلى الحق من خلال منظر الهوى وجدته على غير لونه وكأنك تلبس منظارا أسودا فترى الأشياء كلها موطاة مستوى أو منظارا أخضرا ترى الأشياء كلها فترأ وهكذا أو لذا يقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي ومن أضل ممن اتبع هواه أي انساق خلف رغباته العاجلة التي بذل العقل جهدا لتحقيقها ولا يبذل جهدا للوصول إلى الحق فصار العقل مكبلا لتحقيق هذه الرغبات فصار عقلا دنيا وصار عابدا لهواه أفرأيتم انتخذ إلهه هوه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصريغ الشاوى فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون والله تعالى لا يهدي من اختار الضلال رؤون ربنا قولي إن الله لا يهدي من يضل وفي القراءة إن الله لا يهدي من يضل يعني اللي اختار الضلال ربنا يسيبه ما يهدهوش يسيبه في الضلال لكن اللي اختار الهدايا ربنا يرفعه تعم والله تعالى لا يهدي من اختار الضلال فالله تعالى يريد الهداية لكل العباد ولكن ما يختار الضلال فإن الله لا يهدي من يضل وفي القراءة لا يهدي من يضل الاثنين قراءتان متوترة وإن الله لا يهدي من يضل قراءتان من يضل بالفتح اختار الهوى ومن يضل بضم الياء أي أضله الله لأنه اختر الهوى أو يضل غيره فالقراءتان تفيدان معنيان والمعنيان يتعوضضان لبيان الحق والله عز وجل يوفق الإنسان لما اختاره ويسأل عن اكتياره وذي هي الأمانة التي عرضها الله سبحانه على السموات والأرض فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فإن اختار الضلالة أمده بالغواية وإن اختار الهداية أمده بالتوفيق ولذا عليك أيها الإنسان عند بحثك عن الحق أن يكون لك هادي فوق عقلك لتتبرأ من الهوى ولذا تبين الآية الكريمة وصف الذي أضل ممن اتبع هواه أي عقله المكبل بشهواته فمن أضل ممن اتبع هواه بغير جدا من الضعب أي الوحي ونقصده بالوحي الكتاب والصنع فلابد أن يجعل العقل الوحي سقفا له ومرجعا يرجع إليه ولا يجعل الإنسان عقله سقفا يحكم به على الوحي فكثير ممن جعل عقله سقفا يحكم به على الوحي أضل الله بالوحي وأضل الله بالقرآن وأضل الله بالحديث النبو لأنه جعل عقله ميزانا يزن به الوحي لا ليدرك به الوحي فيفهمه فصار عقله قاضيا على الوحي لا قاضيا بين هواه وبين الوحي ليتخير الهدأي قاضيا بين هواه وبين روحه ليتخير الهدأي قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولو القرآن يعني قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذن وكر وهو نفس القرآن عليهم عمل تبليع عليهم عمل عشان هم إيه أضلوا نفسهم وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادتوا أدي إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافر وعشان كده لا يفصر لك ليه في نسبة تسمع القرآن تزداد إيمانك وفي نسبة تسمع القرآن والحديث وتستمر في إيه تغيين لأن سمعوا بهواء فحجب وترهم ينظرون عليك فهم إيه لا يسمعون يعني لا يفقهون لماذا اللي حجبهم عن السماع والطاعة إيه هواهم فهو بيسمع بهواء مش بيسمع بروحه لازم تتخلى عن هواك وتسمع بروحك روحك حي تسمع الحق فيمط وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسينهم وماتوا وهم كافر ولذا عليك أيها المسلمان تجعل عقلك سقفا لاختياراتك وتجعل الوحي سقفا لعقلك فتختار على مقطب الوحي يعني يبقى عقلك هو رئيس على اختياراتك والوحي رئيس على عقلك تقيمت بقى؟ المعتزلة أخطأوا في إيه؟ إن جعلوا عقلهم سقف يحكموا بيه على فهمهم للنص ما شكرا قلنا أنهم فرقة هي خالفة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة خلوا إيه؟ خلوا عقلهم وسيلة لفهم النص وليس للحكم على النص تهمت إزاي؟ ولذا عليك أيها المسلمان تجعل عقلك سقفا لاختياراتك وتجعل الوحي سقفا لعقلك فتختار على مقطب الوحي ولا تختار على مقطب الطبع والهوى لأن الطبع مغلب بالهوى قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِهُمْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا أَقَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَغَةُ مِنْهُمْ والآيات القرآنية تكلم الإنسان عن هذه الحقائل من أن يتعب وينقال قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين إذن الله ورسوله واتقوا الله النغاصر العليم أي لا تقدموا حقولكم ولا أراءكم ولا شهواتكم ولا رغباتكم على حكم الله ورسوله فكونوا على مراد الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم واجعلوا دين الله ورسوله فوق كل فوق واجعل غاية عقلك إدراك ما أرده الوحي منك حتى تدرك الوحي فإذا أردت أن تذهب إلى الوحي بعقلك منفردا قد تضل لأن العقل يدرك من خلال مقدمات فإذا كانت المقدمات غير مرتبة وغير كاملة ستكون النتائج التي يصل إليها العقل خطأ لذلك قالوا إدراك الحق بالعلم والعلم يكون بالتعلم والتعلم تلميذ وشيخ ومنأك فلابد أن تتعلم من غيرك لأن غيرك ينقل إليك العلم أنت لما تتعلم بنفسك تتعلم بهواك فكذا ما تتعلم من شيخك ضبط هوك منعك فكل أخذ علوم الدين بالاتطلاع دون شيخ فاهم الدين بهواك هذه مشكلة كبيرة فلازم العلم لا يتلقى إلا بشيخ وتلميذ ومنهج سؤال وجواب زي سيدنا رسول الله مع سيدنا جبريل وسؤال وجواب فهذا حديث قادي وقادي العلم يجي التلميذ يقعد قدام الشيخ ويسأل الشيخ الشيخ يجاوه يبقى كده عقل عقل بإجابته تهم؟ لأن غيرك شيخك ينقل إليك العلم من خلال ما أجمعت عليه عقول العقلاء فالعقل قد يضل منفرداً عن بعض المقدمات لكن عقول العقلاء مجتمعة اللي هو إجماع المسلمين والعلماء والفهم المستقر على مرة العصور حصل بينهم مراجعات ومناقشات فاتفقوا أجمع على أموره وهذا الإجماع دليل القطع أي أجمعة العقل عليه ومخالفة الإجماع لا يكون إلا بالهوى فإذا نظر الإنسان إلى المسألة بهوى وأدركها بعقله المكبل بالهوى فقد يخالف ما أجمع عليه العقلاء ولذا جعل علماء الشرع الشريف وعلماء رصول الإجماع من أدلة الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لن تكتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم والحديث رواه الإمام بابن ماجا في سننه فإذا خالف عالم الإجماع احذره يبقى أنت وانت بتسمع طول النهار على اليوتيوب علماء كتير أول ما تلاقي واحد بيخالف الإجماع ما تخشش على قناته تاني لأن ده بيخكم بهوى فإمت بها زي عندك مقياس فالإجماع ده دليل إن ده مجموع فهم عقول آلاف العقول على مر آلاف السنين فإيجي لك واحد ولكن أنا بس اللي فهمت ده النهاردة واللي فاته دول كلهم مش فهمين يبقى ده تحزر فهمت بقى؟ لأن أنا بيتكلم بعقله والإجماع مجموع عقول الأمة التي لا تجتمع على ضلالة فهمت بقى؟ لابد لازم يكون عندك كذلك مقياس لأن الوقت على اليوتيوب قنوات كتيرة وكل واحد عمل قناة عادي يقول إيه فهمه لما يظنوا أنه حق وبعدين الشباب مسكين ضايعين وابنك برسنه صغير كليل الخبر فلجب تدينه مقياس تقوله يا ابني الأمر اللي أجمع عليه المسلمين هو ده المقياس اللي بيتعرف العالم ده ماشي مع الإجماع ده توافق عليه يخالف إبعد تسمعه لك طول عمر المسلمين يعرفين في إسراء ومعرابة يجي لك ويقول إسراء موجود لكن لا يوجد معرابة خلاص سيئ اللي بدي محطة بتاعته ويعرف اسمه وحطه في البلاك لسن لا تخش الشيء جديد فهمت بقى كذلك؟ لأنه خالفة طول عمرنا يقول أن النبي عراج إلى السماء صح؟ يجي لك لا لا يوجد معرابة ده كان معراج بالمنان ده معراج روحاني ده مكانش من مكتب ده كان مش عارف منين كل ده يقولون آه يبقى أنت أي عندك مقاييس كتيرة طول عمرنا عارفين أن أهل النار في النار خليدين فيه يجي لك واحد يقول لك آه لا النار حتفنى نار الكفار تفنى مخالف للإجماع يبقى لا يسمعوه حتى ولو قلبي بعض العلماء لأنه القلة أنا مشيش مع القلة أنا مشي مع الجموع الغفيرة يبقى عندك الإجماع ده مقياس يجعل عقلك ما يشزش عن فهم النصوص الشرعي انشاء كده الرسول صلى الله عليه أن أمتي لن تكتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم يعني غالب العلماء بيقولوا إيه في المسألة هذه السواد الأعظم فإذا خالف عالم الإجماع إحذره ولو كان معصول الكلام أو كان من أصحاب الشهادات العليا لأنه نظر للحق بمنظار هواء فأدركه على غير مراد الحق وكثير من الناس يطعنون في السنة وفي صحيح البخاري وقد أجمعت الأمة على صحته فيأتي ببعض النصوص التي لا يدركها بعقله المريض لأنه اعتمر على عقلي في براءة النص ولم يعتمر على التلقي من العلماء الذين حملوا إليه عقول الأمة فيعترب بعقلي فياتوه عن الحق فهل فهمت الجملة التي بدأنا بها الخطبة الناس تأيون عن الحق بالعقل إن انفرد العقل في البحث ولكن لو تعاون عقله مع عقول العقلاء وعالج الهوى الذي يقيد العقل بسبب الطبع والشعوات من خلال تنحيص أرائي العلماء فتكون المقدمات صحيحة فيصل إلى الحق وإلا وقع في الضلال حطوة وإلا وقع في الضلال فمزيت العقل السليم عن الهوى أنه يسمر العلم والإدراك والعلم عند المسلمين غير العلم عند الحرارة الغربية كتبة الغريبة العلم عند المسلمين خذ ذلك العلم هو إدراك الغائب بالنظر للحاضر هذا العلم إنما الحضارة الغربية حضارة تقوم على التجريب تجريبية محسوس يؤدي إلى محسوس تقيمت إزاي؟ فده ما اسمه علم ده اسمه تجربة تجربة بشرية العلم أنك أنت تستنبك الغائب من الحاضر أنظر إلى الخلق فأقول لي بلا بد أن أنا كان خالق وأنا مش شايفه وهو ده العلم فأمت؟ الذي أوجد نفسه لا الإنسان ولا الحيوان ولا الجماد ولا أي شيء لكنه موجود أمامك يقول لي بلا بده كل فعل من ورائي فاعل وكل حركة من ورائها محرك وكل ساكن من ورائه مساكن وكل تدبيب من ورائه مدبر شفت بقى؟ فأنا أدرك المدبر من التدبير فالتدبير أمامي لكن المدبر غائب يبقى ده اسمه العلم جب العلم هو إدراك الغائب من المقدمة المحسوسة تفهم؟ هو ده العلم اللي بينبني عليه العقل السليم يعرف إحكام حكم العقل إيه؟ واجب عقلي، مستحيل عقلي، وجائز عقلي هو ده بقى العلم بتاع المسلمين اللي بيوصلك العلم المنير العميق الذي يجعلك تنظر للكون فترى المكون فهينما تقوله فتم وجوده لكن العلم الثاني العميق غير المنير يتعمق في الزرة ويتعمق في المجرات ويتعمق في حركة الأفلاك ويعمل لك معدلات رياضية ويخترع مخترعات لكن ما وصلش لفاعل ذلك كله آه يبدع علم عميق غير منير لكن المسلم لا علمه عميق مستنير فإمت بقى الفرق؟ يبقى العلم عند المسلمين غير العلم عند الحضارة الأربية فالعلم عند المسلمين إدراك الغائب بالنظر في المحسوس وهذا هو العلم الحقيقي لذلك علم الرياضيات يأتيك بمعادلات وفيها مجهول والمجهول غائب ومن خلال مقدمة المعادلة تصل إلى معرفة المجهول وهذه تدريبات عقلية ولذلك قالوا علم الرياضيات يوصلك للحق فإذا تدرب عقلك على الرياضيات وكيف تخرج المجهول من خلال المقدمات التي أمامك بشرط أن تكون وسيلتك للوصول المجهول وسيلة صحيحة كمعرفتك للعمليات الأولية من جمع وضرب وقسمة والمسائل الأولية في علم الرياضيات وإلا كيف لمن لم يحفظ جدول الدرب أن يستنتج المجهول أو لا يعرف القسمة أو الكسور أو يكبر الكسر كيف سيصل إلى المجهول مستحيل فلابد أن تكون المقدمات صحيحة فالعقل يبحث في الحاضر ليصل إلى الرائع أما من يبحث في الحاضر ليصل إلى شيء حاضر فهذه معلومات تجربية أنا أبحث في البحر عشان أشوف الكائنات العيشة في البحر فأنا أبحث في الحاضر موجود حاضر علوم كلها تجربية واستكشفية علوم تجربية واستكشفية لكنها ليس العلم الحقيقي العلم الحقيقي هو أن أصل لمراد لما وراء هذا الكون ومراد ما كان وراء هذا الكون هو هذا العلم الحقيقي فهم؟ يعني أقول بعقلي يستحيل أن يكون هناك مخلوق بخير الخالق إذن الخالق موجود ويستحيل أن يكون غير موجود والخلق لأنهم متغيرون ده يموت وده يتولد وده يعيوه ده يمرض وده يكبر وده يصغر متغيرون يبقى كل ما سوى الله ممكن حدوثه وممكن عدم حدوثه وممكن تغيره وممكن بقاءه وممكن فناءه إذن الذي أوجد ذلك كله يستحيل أن يكون فانياً أو يفنى أو يتغير فلابد أن يكون دائم باقي من خلال الواجب العقلي والمستحيل العقلي والممكن العقلي ثلاث أحكام تعرف تستنبت بها الواجب الذي يجب أن يكون موجوداً ولو لم أرى والمستحيل الذي يستحيل أن يكون موجوداً ولو ظنيت أنه موجوداً والممكن الذي يحتمل الواجب فهمت بقاءه لذلك الملاحدة كلهم لو نقشتوا أول ما تنقشوا نقشوا في حكام حكم العقل الأول يعني ردوا العقل الأول يقول لك ربنا ليس موجوداً ثم تقول له مين الذي أوجد هذه الوجود؟ مين الذي أوجد الشمس؟ بذاتها؟ نفسها؟ أنت توجدت بنفسك؟ محدش؟ أنت أعقل ما في الكون لم تدعي أنك أوجدت نفسك؟ إذن لابد أن هناك قوة أخرى أوجدتك هذه القوة أنا أسميها الله لا أستطيع أن أنكرها بعقلي الثاني يقول لك أنت لا ترى وانت كل شيء لا ترى تبقى ليس موجوداً ثم أنت لا ترى روحك روح الميت وهي تخرج منه فيموت يبقى قدامك يتقوى يتقوى فجأة يتقوى وخلص وقال لك مات لم ترى شيء خرجت منه وقال لك وقال لك السر الروح موجودة بأثارها لكن أنت لا تراها ولا تحسها ولا تزنها إذن هناك أشياء كثيرة موجودة لتستطيع أن تنكرها وأنت لا تراها فإذن الخالق الذي خلق هذا كله الذي تبصره وما لا تبصره منزع لأن ترى فتبصره لأن النظر قد يخدعك فهمت لأن لو ربنا ظاهر للأبصار والأبصار قد تخدع يبقى حيخدعك لأن النظر يخدع لأن النظر يخدع لأن النظر يخدع والله لا يريد أن يخدعك تعالى أن يرى بالبصر يرى بالبصيرة التي لا تنخدع فيمت فالعقل يبحث في الحاضر ليصل إلى الظائب أما من يبحث في الحاضر ليصل إلى شيء حاضر فذي معلومات تجريبية كما في الكيمياء وغيرها وهذا يسمى علم تجريبي والحضارة الغربية كلها قامت على التجارب والعلم المحسوس فلذلك هي حضارة مدنية أو تقدم مدني وهو يغير وسائل الحياة وطريقة المعيشة ولكن لا يغير في داخلك شيء أما حضارة المسلمين فقامت على إدراك الغيب والله عز وجل غيب الغيوب ولذلك تهت الحضارة الغربية عن الوصول إلى غيب الغيوب أما الحضارة الإسلامية كان مقصودة تحقيق مراد غيب الغيوب من القلب لماذا خلقني؟ ولماذا يميتني؟ وماذا بعد الموت؟ وماذا يريد مني؟ فالله هو الذي خلقني لأعبده وأحقق العمارة في الأرض والصلاح وبعد الموت البعث والنشور والحساب جنة أو نار وهذه الحقائق لتصل إلي بالعلم التجريبي لأنها علوم نظرية تعلم من نظر في الحاضر لتثبت الغيب غير المحسوس وجاءت الآيات المقدمات لتبين أن العقل علينا أن ندرك الغيب من عالم الحس والدنيا فنحن لم نرى البعث والنشور بعد لأننا لم نموت فالبعث والنشور بالنسبة إلينا غيب وأراد الله سبحانه وتعالى أن يدل لنا بطريقة عقلية على الغيب من خلال الآية القرآنية وقالوا لفت انتباهنا بأن نقدم مقدمات محسوسة لنستنتب منها شيء غائب فقال الله تعالى لما بتشوف الآية الأرض ميتة وبعدين نزع لها المية فتحية فيقول لك إيه؟ إن الذي أحياها لم يحي الموت وقالوا لفتحية وقالوا لفتحية دليل بسيط كيف؟ أما تشوف من حياة الأرض بعد موتها بالمطار هل هي اللي أحييت نفسها؟ طبو المطر يقول لك أحياها طبو المطر هو نزل لوحده طبوين لخلاء المطر إذن هناك من وراء المطر والأرض وإحيائها محي ومميت على شكل قال لك إن الذي أحياها لمحي الموت وشوف أقل لكن إيه؟ دلك على أي محي الموت وهو بيض بشيء محسوس أمامك أين تبقى إزاي؟ وعلى شكل قال لك إيه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب اللي هو أبناء آدم ثم من نطفة اللي هو أبناء آدم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وإنت في بطن الأم لنبين لكم من بقى اللي بيشكل في بطن الأم؟ الأم هي حاملة تقول لليل قعدة صهرانة بتشكل اللي بطنها؟ ده نايمة مش دريانة بحاجة قعدة تأزأز لب وتطبخ وتعمل وجوه بطنها من اللي بيصنع التصنع دي كل خالق وكل شيء فبيدرلك من اللي خلقك من اللي يدبرك وتطبطن أمك من خلية واحدة تبقى جسم كامل وفي تسع شهور أمريقا تعرف تعمل كده في تسع شهور ولا حد يعرف ده لو زبابة وقفت على طعامك وغيرت ما تعرفش تستنقذ اللي خدته منك ضعف الطالب والمطلبات شوفت الآن ربنا بيديك من يبحس بيحسسك بضعفك ثم تعرف أن هناك أقوى من قوي ثم تعبد القوي المدبر الحكيم المورد ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الأرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض وهذه مقدمتان انظر لنفسك أولا كيف نشأت من بزرة صغيرة في رحم أمك فمن الذي سواك بيذي الصور وأخرجك على هذه الأيها فأنت لم تدع تدعي أنك سويت نفسك فلابد أن يكون أنك من سواك فدي مقدمة أولا حتى يدلك على من سواك ولم ترى ثم مقدمة أخرى أنت تراها وتدرك وليست فيك بل في خارجك فقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بئيش ذلك كل اللي فد بأكله بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير شبت الأيات قوية زي وتزيل من قلبك كل شبهة وتجعل الغائب كأنه مرء أمامك فهم يعني الذي فعل ذلك وأحيى الأرض أمامك من بزور قاصة في التربة فنبتت ظاهرة أمامك وهو عز وجل الذي جعلك بزرة في رحم الأم فالأم هي التربة التي نشأت فيها كالشجرة التي نبتت في تربة الأرض فكما أنشأ الأشجار أمامك ثم يومتها فينزل المطر ليبتها مرة أخرى فكذلك أنت أيها الإنسان كنت بزرة في بطن أمك فأخرجك قويا وجعل لك إرادة وهو سبحانه قادر على أن يحولك إلى بزرة مرة أخرى بعد موتك فيفنى كل شيء فيك إلا عجب الذنب وعجب الذنب هو الذي ينبت منه باسم الإنسان للبعث والنشور فإذا أراد الله عز وجل لبعث الإنسان تنتر السماء مطرا لزجا ينزل على الأرض فينبت لحم الإنسان من عجب الذنب الذي لا تأكله الأرض من أي إنسان فكما ترى هذه المقدمات في نفسك وفي عالم النباك فتستنتج بها فعل الفاعل الغائب عنك حسا ولذلك قال عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لم أحيي الموت وهو على كل شيء قدير وأنبتت من كل زوج أيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير فالذي أحيا الأرض أمامك وأحياك من بزرة صغيرة في رحم الأم قادر على إحيائك كما يحيي الأرض أمامك في كل موسم ذراعي فتنبت الأرض بعد إذ كانت ميتة فتصير مخضرة وأذي مقدمات عقلية يراها كل عاقل فإذا نظر إلى هذه المقدمات أدرك الفاعل المختار فإذا كانت المقدمات صحيحة سيكون الاستنتاج صحيح والله تعالى والله تعالى أعلم وربنا اختصر لك كل ده في صورة إيه فصلت؟ يعني هو جابو لك بتفصيل في صورة الحج وجابك في صورة فصلت قال لك إيه؟ وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لم أحي الماء يعني كإن ربنا جبالك مفصلة في حتة مختصرة في حتة علشان أوعى تنسى أوعى تنسى ربك طول ما انت عايش لأنه هو فعال لكل شيء أمامك هو المحرك وهو المسكب وهو المدبر وهو خالق وكل شيء فاعبدوه شفت بقى مزية اللي بيقرأ القرآن ببصيرة يوم يهتدي فإن؟ ويبقاش عنده شكوك ولذلك حرص العلماء في الأزهر الشريف على تعليم الطلب علم المنطق وفائدة علم المنطق ضبط العقل كما أن فائدة النحو ضبط اللسان فالنحو يضبط لسانك فتعرف ما هو المرفوع وما هو المنصوب وما هو المجروح وعلم المعاني يضبط معنى الألفاظ المتركبة من الجمهة وعلم البيان يحسن طريقة إدراكك وتعبيرك عما تريد بطريقة بيانية لطيفة وعلم البلاغة كيف توضح المعنى فتبلغه لعقل من يسمعك فدي عيوم متعلقة بالنص ثم لإدراك ما وراء النص يأتي علم المنطق حتى يرتب عقلك ويعلمك كيف ترتب المقدمات للوصول إلى النتائج فالمنطق يضبط العقل فيخلصه من الهوى فيضبط المعادلة أولا ثم يأتي بعد ذلك من خلال تلك المقدمات في المعادلة من النوع الأول والثاني والثالث على حسب صعوبة المسألة التي يفكر فيها ليدرك المجهول وذي عمليات عقلية فلذلك كان العقل أداة لفهم الوحيد هل بقى الوهبية درسوا بقى علم اللغة بهذا التفصيل درسوا علم المنطق بهذا التفصيل درسوا علم الأحكام العقلية بهذا التفصيل ثم بعد ذلك يعتلوا المنابر ويضللوا الناس شفت الخطورة بقى فلازم يبقى عندك هذا التفصيل علشان تهدي الناس لأن فاقد الشيء لا يعطيه فأهل السنة والجماعة جعلوا الوحي فوق العقل ليستسلم الوحي فما أدركه منه يفعله وما لم يدركه منه يزجد لله طائعا مستسلما لأنه يعلم أن عقله ليس مقادرا على إدراك كل شيء فتأتي بعد التكاليف الشرعية وتكون مجهولة الحكم ليختبر عقلك فهل يكون فوق الشرع فينكرها أو يطيع دون أن يعلم الحكمة لأنك لو أطعت بعد إدراكك للحكمة كنت عبدا للحكمة ولست عبدا للحكيم وهو يريدك أن تكون عبدا للحكيم صلح للحكيمة في خطق مآمت باري وليس عبدا للحكمة فأخفى الحكمة في بعض الأوامر وأمرك بها التنقاض فمثلا فرد عليك صلاة الزر أربارك والصبح ركعتين والعقل لا يستطيع أن يصل للحكمة فيه وعليه أن ينصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي وقال خذوا عني مناسككم ويقول إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولون بالتراب لماذا سبعه ولماذا التراب وهل التراب ينظفه فأنا أغسل من التراب فكيف أنظف بما أغسل منه أشياء غير معقولة عقل لا تفهمها لكن نفذ ولا تنكب وكقول إيسا صلى الله عليه وسلم لن تدخل الملئك بيتا فيه كلب ولا سور فأتي العقل وأقول لماذا فالكلب جميل ووثي وبهذا يريد الاستدلال على أن الشرع ليس لديه حكمة في منعه للكلاب أن تعيش مع أصعبه حتى يشكك في حكمة الشرع فعليك أن تعلم أن أوامر الشرع الشريف ليست كلها معلومة الحكمة ولهذا يعبر عنه فقال بقوله وهذا الأمر تعبدي أي غير معلوم الحكمة لأنهم جعلوا الشرع فوق العقل ولم يجعلوا عقلهم يحكموا على الشرع فهم كده شفت قافل بقى العقلية المعاصرة إنه كل شوية يسأله الشيخ هو ليه يعني الكلاب كده لطيفة الملائكة ليه ما تخشش البدو لأنه إيه بيسأل عن الحكمة عايزي بعبد الحكيم عبد الحكمة وليس عبد الحكيم فأنت بقى آه لا أنا أنت مسلم ربنا بيين لك حكمة بعض الأشياء وأخفى حكمة أي أشياء أخرى ليختبرك أنت بتعبدني للحكمة ولا بتعبدني لذاته اللي بيعبدني للحكمة يبقى عبد الحكيم خلاص بقى إلهك هي الحكمة مش الحكيم فأنت ولذلك أخفى حكمته وفي أمور كثيرة يعني أنت بقى عقلك أنا صحي من النوم أصلي الصبح ركعتين بس لأنه صحي من النوم استريح المفروض بقى الصبح تبعين لربع ركعات عشان أنا صحي بستريح ونظهر في وسط شغلي أخليهربع ركعت لأنه شغلي ومشغوب كان مغروض بقى ركعتين والعصر خلصت الشغلي بقى تعبان كان المفروض بقى ركع واحدة عشان تعبان يعني لو حتمشي عقلك هتعطر إلى على حاجات كثيرة لا ما تعطرش هو كده الصبح ركعتين الدهر أربعة هيا كده والعشان وأنا كبس علي النوم وجاي بقى مشه طول النهار الصحي من الفجر تخليها أربعة كنت خليتها ركع واحدة ومن غير فتحة عشان أنا نم بسرعة يبقى عايز يمشي عايز ينبض ربنا بعقده لا ما ينفح فهمت بقى صلوا كما رأيتموني وصلي خذوا عني مناسككم فناخد بالنا من العقلية المعصرة التي تؤدي إلى الحد فهم ومدرسة المعتزلة خالفوا أهل السنة فجعلوا العقل يحكموا على الشرع فما أدركه العقل فما أدركه العقل فما أدركه بالعقل كان مشروعا وما لم يدركه بالعقل كان منكرا فابتعدوا عن أهل الحق ولذا أنكر المعتزلة مثلا رؤية الله عز وجل في الآخرة بالرغم من وردها في القرآن والسنة فالله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة والزيادة هي رؤية الله عز وجل في الجنة أما في السنة عن قيس عن جبير قال كنا عند رسول الله سلام فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤية أي لا تتزحمون ويضم بعضكم بعضا حتى ترون أو لا يحصل لكم ضرب لا تضارون بسبب الزحم كي ترى إذن سبتت الرؤية في القرآن والسنة النبوية والمعتزلة يحفظون القرآن ويفهمون اللغة أكثر من فهمنا لها فهم علماء في البلاغة والنحوة بل وأغلب كتب النحوة والبلاغة من تصنيفهم كالزمغشاي وابو علي الفارسي وغيرهما وهم من كبار علماء المعتزل وهم من من وضحوا الإعجاز اللغة في القرآن فكيف ضلوا عن الحق لأنهم جعلوا العقل فوق الشاب فأولوا هذه الآيات وقالوا الرؤية لا تكون إلا من جهة وتحتاج إلى شعاع نور انتقل من المرء إلى الرأي والرؤية فيها إدراك والله تعالى لا في جهة ولا يفتقل الشعاع ولا يدرك فالرؤية ممنوعة فأنكروا الرؤية لمقدمات عقلية على قدر وقدر وكأنهم حصروا الرؤية بيدي الهيئة التي يرونها في حال اليقظة والله قهرهم في المنام ليبين لهم أن هناك رؤية من نوع آخر دون إدراك ودون إحاطة وشعاع نور فالإنسان في حالة نومه يغمن عينيه فيرى من غير ضوء ويرى من غير آلة العين وينتقل في المنام بلا حرك عشان يبين له من ربنا قادر أن يخلق رؤية من غير جهة وبغير إحاطة وبغير إحاطة إذن يا أيها المعتزلين هناك رؤية غير الرؤية التي تعرفها في اليقظة فقد نرى الله بطريقة أخرى لا تحتني ضوء ولا إحاطة فيها ولا إدراك رؤيتك في المنام فالله خلق المنام لتبك أن هناك طرق أخرى للرؤية غير الرؤية البصرية فلما جعل أهل السنة المقدمات صحيحة وصلوا لأن الرؤية صحيحة ولما جعل المعتزل المقدمات ناقصة وصلوا إلى نتيجة ناقصة ثم يستعملون إدراكهم الكبير في اللغة فيبسروا الآيات على غير مراد الله فيؤولوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة ناظرة أي منتظر فأولها المعتزل على وفد مراده لا على وفد الحق ولذلك أقول لك أيها المسلم الناس تأيهون عن الحق بالعقل والمثال مدرسة المعتزل والناس تأيهون عن الآخرة بالهوى لأنك حتى وإن أدركت الحق بالعقل وأعلمت مراد الله منك فأحيانا يغلبك الهوى فتعصيه ومثاله أن الإنسان المسلم يعلم أن السرق حرام وقد يسرق وهو يعلم أنه حرام فهذا أدركها بعقله لكن لماذا يسرق؟ لأن هوا يريد تحصيل المال فمن كان هوا جمع المال عمل بعكس ما علد وكل المسلمين يعلمون أن الزنا حرام ولا يقبله المسلم في أهله ولا في بناته ولا في زوجته فلماذا هناك بعض المسلمين يتكب الزنا؟ لأنه نظر إلى هذه الشهوة بهوى ويجب أن يحصلها بأي طريقة كانت فهواه منعه أن يعمل مقتدى ما يعلمه إذاً الهوى مانع من العمل وهذا من جهة العمل والهوى أيضاً مانع من العلم الصحيح لذلك عليك أن تعلم أن الناس تائيهون عن الحق بالعقل وتائيهون عن الأخرة بالهوى فخالفهم في هذا وكن خلف من كان معصوماً عن الهوى ومعصوماً في عقله صلى الله وسلم لأنه أفطن الخلق وأكمل الخلق صلى الله عليه وسلم فإذا سرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم سرت خلف الحق وإذا تمثلت النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالك عملت المراد لذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن فالخباصة إذا أردت النجاح لا تتبع نزوات نفسك ولا رواباتك العاجلة فإذا اتبعتهم بغير الضابط أهلكت نفسك فسعادتنا باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم لنتخلص من تكبيل العقل بالهوى ومن تدني النفس بهوها فنرقى ونطمئن وننتقل من النفس الأمارة إلى اللوامة فالمطمئنة ثم الرضية والمرضية والكاملة والله تعالى الأعلى وأعلم ونكف على المقالة الأخيرة وهي مهمة جدا وهي الأوراق المالية وعلاقتها بالأجناس الربوية وعهد الصرف اللي يقول شوية الناس يكلموا في البنوك وأعمال البنوك وفي ربا ولا مفيش ربا المقالة اللي جاه دي حنقراها إن شاء الله في المجلسين أو الثلاثة عشان نحل في مخك مشكلة ما هو الربا حقيقته إيه وكيف تحكمه على المعاملات المالية الحالية بأوراق البنك موت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أداء إليك نستغفرك ونطبق إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ونأسف للإطالة شوف تساوروها كتير عليكمان إيش الصور جميل يلا هاكم الصلاة ليصدق الداعشة ترجمة نانسي قنقر